موسيقى شكرا جمال أحييكم مشاهدينا من قناة الجزيرة في قطر وأصحابكم في مرآة الصحافة والبداية مع العنوين في القدس العربي اغتيال الوزير زياد أبو عين جريمة حرب مكتملة الأركان ضد مظاهرة سلمية في التايمز البريطانية أربعة عشر هجوما بالأسلحة الكيميائية نفذ في سوريا منذ أبريل نيسان الماضي في الجارديان البريطانية مطالب نيابية في بريطانيا للتحقيق في دور لندن في عمليات خطف وكالة الاستخبارات الأمريكية لمعتقالين موسيقى ونبدأ مشاهدين مع القدس العربي التي خصصت افتتاحيتها لاغتيال جيش الاحترامي للإسرائيلي للوزير زياد أبو عين ورأت أن هذا الاغتيال جريمة حرب مكتملة الأركان ضد مظاهرة سلمية الواقع أن استمرار الحديث عن عملية سلام بعد هذا الاعدام بدم بارد لمسؤول فلسطيني على الهواء مباشرة يعد إهانة لكل شهداء النضال الفلسطيني إن أي قرار دون الوقف الكامل للتنسيق الأمني والانضمام فورا إلى الاتفاقية المنظمة لعمل محكمة الجنايات الدولية تمهيدا لمحاسبة إسرائيل على كل جرائمها ليكون مقنعا للشعب الفلسطيني أما الانتفاضة فلم تكن أبدا قرارا قياديا لكنها حراك شعبي أصبح مستحقا وليستطيع أحد أن يمنعه وقد أصبحت الخيار الوحيد الباقي للحفاظ على ما تبقى من أرض وكرامة في هارتس الإسرائيلية كتب عاموس هارل مقالا تحت عنوان منعطف حرج في مسار التنسيق الأمني الإسرائيلي الفلسطيني رأى فيه أن انفجار الموقف إثر مقتل الوزير الفلسطيني زياد أبو عين مرهون برغبة الإسرائيليين والفلسطينيين في متابعة الجهود ولو بشكل غير رسمي للحفاظ على الأمن في الضفة الغربية أبو عين الذي شيع قبل قليل في جنازة ضخمة تتوقع هارتس يشهد يوم غد الجمعة موجة احتجاجات واسعة تنظمها حركة فتح والسلطة الفلسطينية حجم الصدامات المتوقعة بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية وما قد ينتج عنها من إصابات سيحدد ما إذا كان الحدث سيقف عند حده أو سيكون نقطة تحولا تؤدي إلى تصعيدا في الضفة الغربية قال موقع عرب 48 أن قوات الاحتلال علمت بوجود الوزير أبو عين في موقع المسيرة بمجرد بدئها ونقل الموقع عن تقارير إسرائيلية أن ضابطا في الجيش قال للصحفيين إنه بمجرد وصول أبو عين إلى المسيرة تعرف عليه مندوب مديرية التنصيق والارتباط وأبلغ القوة العسكرية المنتشرة في المكان وأضاف الضابط أنه عندما يصل شخص مهم ويتم التعرف عليه تصدر مديرية التنصيق والارتباط أمرا للقوة بالابتعاد عنه ولكن دخول ذلك الشخص إلى مركز الحدث هو الذي يؤجج النار حتى إذا كان قد تم التعرف عليه وهذا ما حصل فعلا مع أبو عين نشرت صحيفة الجيروسلوم بوست تقريرا للجمعية الإسرائيلية للحقوق المدنية خلصة إلى أن حرب غزة الأخيرة كشفت الوجه العنصرية لإسرائيل وأضرت بحرية التعبير الصحيفة أبرزت أن التقرير وثق هشاشة الديمقراطية في المجتمع الإسرائيلي والميل إلى قمع الانتقادات وكبت الأصوات في أوقات الأزمات واستشهد التقرير باعتقال 1500 متظاهر إسرائيلي ضد الحرب ومحاولة رؤساء البلديات حظر التظاهر وبكبت إدارات الجامعات لأصوات الطلبة وترضي موظفين عرب لمجرد إدلائهم بآرائهم الصحيفة تضيف أن التقرير صلت الضوء على تنامي نزعة العنصرية من خلال توثيقه ممارسات الشرطة الإسرائيلية ضد المتظاهرين العرب في القدس الشرقية عن تنامي آراء في الغرب تدعم عودة العلاقات مع النظام السوري لإنجاح الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية تحدثت مجلة الإكسبريس الفرنسية إلى عدد من الشخصيات السياسية الفرنسية فأجمعت على أن تنظيم الدولة أكثر خطرا من النظام السوري على الأمن في المنطقة وفي الغرب عامة وأوردت المجلة أن رئيس الحكومة السابق فرنسوا فيون ومرشح الرئاسيات السابق زعيم حزب يمين الوسط فرنسوا بيرو يتفقان على أن ما وصفه بالغول الجهادي هو ما يهدد مسيحي الشرق وليس نظام الأسد وسجلت المجلة آراء أخرى في بريطانيا والولايات المتحدة لمسؤولين سابقين تجمع على أن نظام الأسد شيطاني لكنه أقل شيطانية من تنظيم الدولة الإسلامية أجرت لوموند الفرنسية حوارا مع دبلوماسي ورئيس جهاز الاستخبارات السعودية سابقا تركي الفيصل رأى فيه أن العالم يعالج في كل مرة أعراض المرض ولا يعالج المرض في حد ذاته وفق تعبيره وقال الفيصل ما دامت الأراضي الفلسطينية محتلة وما دام العالم صامتا عن قتل 200 ألف سوري وما دام العراق مقسما على أساس مذهبي سيكون هناك ما يستغل هذه الأوضاع للتطرف وتابع صحيح أن الضربات الجوية حدت من توسع التنظيم لكن المشكلة الجوهرية هي نظام الأسد الذي يقتل شعبه في صمت وختم الفيصل بالقول لا يمكن معالجة الجرح المفتوح في سوريا إلا بإزاحة النظام السوري مثلما أزيح المالك في العراق لأنه أجج الصراعات الطائفية قنابل الكلور تمطر رعبا صامتا في دمشق هكذا علقت صحيفة التايمز البريطانية وأوضحت أنها اتطلعت على سجلات كشفت تنفيذ 14 هجوما بالأسلحة الكيميائية على الأقل في سوريا منذ أبريل من هذا العام وتضيف الصحيفة أن أول علامات الهجوم بغاز الكلور هي سقوط قنابل صامتة لا تحدث انفجارا وتنقل عن أحد الناشطين أنه يمكنهم شم رائحة الكلور على بعد كيلو متر من مكان سقوط البرميل ووفقا لتقارير وحدة الدفاع المدني فإن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وجرح أكثر من 300 في هجمات يعتقد أنها بغاز الكلور منذ أبريل نيسان الماضي وتقول الصحيفة أن مثل هذه الهجمات لا يمكن أن ترتكبها إلا الحكومة السورية إذ ليس لدى أي من الفصائل طائرات مروحية تلقي البرميل ولا مشاهدين إلى موسكو وقراءة في أبرز ما حملته الصحفة الروسية اليوم مع الزميل زاور شاوج إليك زاور شكرا هيسم أسعد الله وقاتكم مشاهدين العزاء نستهل نافذة موسكو لهذا اليوم من حوار أجرته صحيفة راسيسكي جزيتا الرسمية مع الرئيس السوفيتي السابق ميخايل جورباتشوف الذي حذر من مخاطر استمرار الأزمة الأوكرانية على الأمن العالمي ودعا إلى قمة تجمع روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدون شروط مسبقة وأكد أنه أعلن عن إنشاء مجموعة عمل لتنظيم القمة لبحث جميع القضايا العالقة نتحول إلى صحيفة فيديماستي وعنوان يقول بورشينكا يقول لبوتين رجاءا اسحب قواتك من بلدي الرئيس الأوكراني يطالب موسكو بإغلاق الحدود وسحب الجنود الروس من أوكرانيا ويعيد بتحقيق السلام في شرق أوكرانيا خلال أسابيع في حال قامت روسيا بذلك ننتقل الآن إلى صحيفة كوميرسانت التي عنونت على صفحتها الأولى بيوت الإرهابيين احترقت بنار صامتة مجهولون يحرقون منازل عائلات وأقراء منفذي الهجوم الأخير على العاصمة الشيشانية جروزني والرئيس رمزان قديرف يتوعد بطرد عائلات المتمينة إلى الجماعات المسلحة من جمهورية الشيشان في كوميرسانت نطالع أيضا سعر الخبز يواصل ارتفاعه برفقة الدولار على رغم من أن روسيا جنت هذا العام أحد أكبر محاصيل القمح في العالم إلا أن سعر الخبز يستمر في الارتفاع مع توقعات بزيادة تصل إلى 10% نهاية العام الجاري والمتجون يرون الأسباب في ارتفاع سعر الدولار والمحروقات والمواد المستوردة المستخدمة في صناعة الخبز كالسكر والمحسنات والخمائر في هذه الأجواء عنوانت صحيفة جازتا الإلكترونية باستخدام كلمات لرئيس الوزراء دمتري مدفيدف كل شيء على ما يرام فقط اصبروا وشدوا الأحزمة رئيس الوزراء الروسي في حديث لقنوات التلفزة الروسية الرئيسية يقول أن الأزمة الاقتصادية في روسيا مستمرة منذ العام 2008 ويرى أنه على رغم من الأزمة وتراجع أسعار النفط وانهيار الروبل إلا أن الأمور ليست بذلك السوء ويرى أن بلاده حققت إنجازات كبيرة أهمها إعادة القرم إلى روسيا والفوز في الأولمبياد الشتوية في سوشي في المقابل نشرت صحيفة نيزا في سمايا جازيتا استطلاعا لرأي تحت عنوان الروس يفقدون الثقة في المستقبل حيث أظهر استطلاعا أجراه مركز روسي لدراسة الرأي العام أن نحو نصف الروس فقدوا الثقة بمستقبلهم ويشير الاستطلاع لأن هذا السبب مرجعه ارتفاع الأسعار تأخر دفع الرواتب وإغلاق المصانع والشركات وتسريح العمال والموظفين في نفس الصحيفة نيزا في سمايا جازيتا نشرت استطلاعا آخر أجراه مركز ليفادا يظهر أن غالبية الروس يعتبرون أنفسهم يعيشون في دولة عظمة الاستطلاع أظهر أن نحو 70% من الروس يعتبرون أن روسيا دولة عظمة وأن على الدولة الاهتمام بحياة المواطن ومستوى معيشته وليس بتقوية منظومتها العسكرية هذا كان باختصار أهم اخترناه لكم من عنوين الصحافة التونسية أشكرك زاور شكرا لمتابعتكم وعودة إليك هذا شكرا لك زاور شوج في موسكو ومن موسكو مشاهديننا تحولوا إلى العاصمة التونسية ينضم إلينا من هناك حافظ مريبح وحييك حافظ وما هي أبرز عنوين الصحفة التونسية لديكم اليوم صباح الخير مشاهدين الكرام نبدأ جولتنا في الصحافة التونسية من جريدة الشروق التي تحدثت عن الحملة الانتخابية التي بدأت الثلاثاء الماضي بخصوص الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تجمع كل من الباجي قيد السبسي والمنصف المرزقي جريدة الشروق تحدثت عن الحملة الانتخابية وبدأت حديثها بمقال تسأل فيه الكاتب عن تغير الشعارات هل يعني تغير المضامين قال الكاتب المقال تغيرت الشعارات فهل تتغير المضامين بالنسبة للحملة الانتخابية المقال تحدث وحلل الحملات الانتخابية لكل المرشحين وخاصة الخطاب الذي يسوق له كل مترشح وخلص المقال على أن المترشحين يعملان على بعث رسائل طمأنة في هذا الدور الثاني من خلال تحليل الخطاب كل مترشح جريدة الشروق أيضا تحدثت وأعطت السيرة الذاتية للمترشحين لكي يتعرف عليهم المواطنون نفس الصحيفة صحيفة الشروق الغير حكومية في حوار مع الأمين العام لحركة نداء تونس طيب البكوش تحدثت عن ملامح الحكومة المقبلة حيث قال طيب البكوش أن حركة النهضة اختارت المعارضة والتحالف معها غير والد في جريدة التونسية تحدثت عن الحملة الانتخابية أيضا ونقلت عن المرزوق الذي قال بأن الباجي قيد السبسي استخدم آلة العهد القديم لكنني سأهنيئه إذا فاز وحذر المرزوق أيضا أنصاره من إمكانية تزوير وترد حركة نداء تونس في نفس الصحيفة في بيان لها عن هذا الكلام بأن تصريحات المرزوق تهدد السلم والأمن بالبلاد صحيفة الضمير القريبة من حركة النهضة تحدثت عن هيئة الحقيقة والكرامة التي تعتبر إحدى الهيئات التي أفرزتها الثورة وهذه الهيئة تعد من الهيئات التي من المفترض أن تعيد أن تكشف عن حقيقة ما وقع في السابق نعم أشكرك حافظ مريبح على هذا العرض من تونس في مقاله اليوم في الاندبندنت البريطانية رأى روبرت فسك أن على القائمين على التعذيب أن يخشوا غضب الغرب لا غضب العالم العربي لأنهم ارتكبوا أفعالهم باسمه المسؤولون السابقون في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش سيقدمون لا محالة تبريرات تشبه الذرائع التي قدموها قبل غزو العراق عن أسلحة الدمار الشامل الحكومة تقول إنها خائفة من مشاعر الغضب التي ستثور في العالم العربي وإمكانية ارتكاب العرب أعمالا انتقامية العرب والمسلمون كانوا غاضبين لسنوات عديدة وقد علموا بعمليات التعذيب هذه قبل نشر التقرير بفترة طويلة المسؤولون الغربيون لا يخافون حقيقة من غضب العرب بل يخشون من خجل الغربي مما اقترفوه باسمه لدرجة قد تجعلنا نعتبرهم مجرمي حرب وفي أعقاب تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي عن التعذيب قالت الجاردين أن أعضاء في البرلمان البريطاني وجماعات حقوق الإنسان طالبوا بالتحقيق في دور بريطانيا في عمليات خطف وكالة الاستخبارات الأمريكية لمعتقلين ومتهمين بالإرهاب الصحيفة تبرز أنه بضغوط من بريطانيا وحلفاء آخرين حجب من التقرير دور بريطانيا في عمليات الترحيل السرية التي قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية وتزعم الحكومة البريطانية أنه إذا وافقت المحاكم البريطانية على الاطلاع على الأدلة بشأن القضايا التي تورطت فيها بريطانيا فإن ذلك سيضر بالتعاون الاستخباراتي بين بريطانيا والولايات المتحدة قال يوسف عثمان رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مصر أن حيثيات الحكم بباراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم تخص القضايا التي يحركها النائب العام ولا تتعلق باختصاصات جهاز الكسب غير المشروع وأكد عثمان في تصريحات خاصة لصحيفة الشروق المصرية أكد أن جهاز الكسب غير المشروع يحقق مع مبارك في وقائع منفصلة تماما تتعلق باستغلال منصبه لتحقيق ثروات ضخمة بطرق غير قانونية وأشار إلى أن الجهاز ما زال ينتظر تقارير الخبراء بشأن ثروة مبارك وأسرته لاتخاذ قرار إحالتهم إلى الجنايات في ضوئها وأشدد على أن أي أحكام في قضايا أخرى لن تؤثر سلبا على محاولات استعادة الأموال المهربة إلى الخارج وفي الشروق المصرية قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية اللواء هاني عبداللطيف إن الموافقة الأمنية للسفر إلى تركيا ودول أخرى بالنسبة لمن هم بين السن الثامنة عشر والأربعين معمول بها منذ فترة وليست جديدة وأكد مصدر أمني مسؤول بمطار القاهرة أن أي مواطن يتقدم للسفر إلى تركيا وليبيا وسوريا وقطر واليمن والعراق يعرض على الجهات الأمنية بالمطار لفحصه قبل السماح له بالسفر من عدمه وتنقل الصحيفة عن المصدر أن هناك عدة دول لا يسمح لمواطنيها بدخول مصر إلا بعد حصولهم على موافقات أمنية من السفارة المصرية لدى دولهم منها تركيا وسوريا والعراق ولبنان واليمن وأفغانستان وفلسطين لافتا إلى أن هذا الإجراء مطبق منذ فترة الكاريكاتور شكراً لمتابعتكم ومشاهدين نلتقي إن شاء الله في نشرة الرابعة أينما كنتم يومكم سعيد اشتركوا في القناة